كيف نجعل الحب شعلتها متوقدة دائماً؟ أنه كل شخص يعرف ماذا يحب الطرف الآخر أو كيف يعبر عن حبه التعبير عن الحب هم هذه نقطة مهمة يعني أنا مرة سألت الأزواج كيف زوجتك تعبر عن حبها وشون أنت تفهم؟ يعني كيف أنت تفهم أنه لو زوجتك سوت هالتصرف يموت الحب عندك يقلل للحب أنا سألت الرجال مرة تصرف تقوم في الزوجة لو سوتها يقلل للحب ما هو؟ أنا بقرار لكم عندي حول عشرة خمستعش يعني مشارك من الرجال الأول قال ما تكون حنانة يعني زنانة تلح الثاني أبيها تطيعني وتنفذ أوامري الثالث يقول لما أنا يتكلم أبيها تشاركني باهتماماتي هذا معناته أني أنا راح أحبها زيادة الرابع قال لما أي بالليل وأنا تعبان أنا صراحة أبيها تسوي لي مساج أبيها تدلكني يزيد الحب عندي شوفوا هذه كلها تعبيرات ما لا يتكلم فيها هذه لغة الرجال الرجال هكذا يفهمون الحب والتعبير عن الحب الخامس قال إنها ما تحقق معاي وين رايح وين ياي من ياي كذا أنت الساعة كذا اتصلت عليه ما تحقق ولما تسمع كلامي تعتبرني إنسان صادق السادس قال إنها تلبس ملابس يقول أنا أحب الجمال وأنا أحب الزينة وبها كل يوم أشوفها لابسة ملابس جيدة وجميلة هذا معناته أنها تحبني وهذا تعبير عن الحب السابع قال أني أنا لما أكون عند أهلي أمي أبوي أخواني أخواتي تستشيرني فلما تستشيرني أمامهم أنا أحس أني أنا يعني أنا شيء شيء مذكورة وبالتالي هذا نوع من أنواع التعبير عن الحب يشوفوا أنتوا لازم تفهمون الرجال كيف يفهمون والرجال كيف يشوفون الحب وكيف الرجل يشوف التعبير عن الحب هذه كلها أمثلة طبعا كل رجل مختلف عن الآخر أنتوا قاعد تلاحظون من الإجابات الثامن قال إنها ما تنافسني بإدارة البيت الظاهر هذي مدخلة خشمها بكل شيء التاسع قال قال أنا عمري فوق الأربعين وأنا أهم شيء عندي المدح والتقدير شوفوا هذا حدد السن وقال هذا احتياجات السن التاسع قال إنها تكسب محبة أمي وأبوي إذا كسبت محبة أمي وأبوي أنا أحبها ويزيد الحب عندي العاشر قال إنها تكثر من الوجبات اللي من صنعي إيدها هذا يحب الأكل فكل ما طبخت أكثر وشغل إيدها كل ما أنا حبيتها أكثر داعش قال إنها أحس إنها تشعر بالأمان لما أنا أكون قريب منها اثناعش قال تكتب لي رسائل غرامية الأخ هذا عاطفي كل شيء تكتب لي رسائل غرامية بين فترة وأخرى هذا رقم أربعة تاعش مدير ثلاثة تاعش قال إنها لما تفتح موبايلها التلفون بتكون صورتي أنا على الموبايل كل ما تشوف أنا صورتي على موبايل معناتها يتحبني وهذا يزيد من المحبة عندي الأخير قال اتذكرني بالصلاة صلوات الخمس واتذكرني يوم الجمعة إنها نقرأ صورة الكهف مع بعض طيب تعالوا حق الزوجات أنا سألت الزوجات أنتوا حين أخذتوا وجهة نظر الرجال الزوجات الأولى إذا احترمني يقدرني ووفر لي متطلبات المنزل ما شاء الله بسم الله هذا معناته إنه يحبني الثانية قالت أن يشعرني بأني أجمل وأحسن زوجة أهداها الله له يا ساتر هذا معناته إنه يحبني الثالثة تقول إذا أنا قلت قرارات سويت قرارات في البيت ما يكسر قراراتي يحترم قراراتي داخل البيت لأنه هي مملكتي هذا معناته إنه يحبني أنا بالرجال يسمعون كلام النساء وشوفون شون كل امرأة لها نقطة معينة اللي تشعر أنه فعلاً أنت قاعد تعبر الحب تجاهها الرابعة قالت إذا بدأ يضايقني ويطفرني بلهجتنا ويطفرني هذا معناته يحبني الخامسة قالت لما أشعر بغيرته تجاهي لما هو يغار علي معناته هو يحبني السادسة تقول لما يقول لي كلمات الحب يا حبيبتي يا عمري يا إلى آخر اللي بعدها إذا رأى شيء في السوق يعجبني يشتري لي هذا معناته يحبني الثامنة تقول ياخذني ناكل الغداء مع بعض في الأسبوع مرة ولا مرتين انتغدى بره بمطعم يعني التاسعة تقول لما يشوفني من الضايقة ولا ضايق خلقي يحرص أن يغير نفسيتي العاشرة أنه ما يقارني بالآخرين وخاصة خواته اهدعش أنه يخصص لي يوم بالأسبوع بس حقي اثنعش لما يقبلني كل يوم قبل الله ينام ثلاثة عش إذا جلسنا نتحاور عن مستقبل الأولاد هذا معناته يحبني أربعة عش أني لما أشوف مسرسلات وأفلام يقعد جنبي آخر واحدة قالت عندما يسمعني وأعرف أنه مشغول يعني شوفوا الآن شوفوا الرجل كيف يفكر شوفوا المرأة كيف يتفكر كيف كل واحد يفهم أنه هذا التصرف معناته يحبني هذا التصرف تعبير عن الحب فهم هذه المسألة حقيقة مهمة جدا بين الزوجين شكرا لكم شكرا لكم شكرا